محمد كوفي معايا الان عبر زوم مشرفني ومنورني سعيد جدا انك موجود معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر اهلا بك اهلا بك كريم انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة على قناة مصرية انت واحد من اللعيبة المحبوبة جدا في مصر واكيد انت عارف ده كويس جدا والنهاردة لما قلنا انك هتكون موجود معنا عدد كبير من الجماهير كانت متشوقة جدا انها تشوفك مرة اخرى وتسمعك مرة اخر سيبت شعبية كبيرة في مصر الحقيقة الحقيقة الزمالك والفرسعيدي المصري انا عمري ما انساهم انا اصلا والدي اه يعتبر مصري انا بسمي نفسي ابن مصر لان انا بحب مصري كويس جدا ومصر هي تعتبر اه اه تالت بلد ليا انا بارتاح فيها وبرتاح للجمهور بتاعها ودايما لما بكون في مصر عمري ما بحس بالغربة يعني فانا بحبهم جدا وبحب كل جماهيري في مصر هل انت دائم اه على زيارة مصر من الحين والاخر ولا بقالك كتير ما كنتش دورة مصر قبل هذه المواجهة الكبيرة بين مصر وبوركينا. لا الحقيقة انا ما جيتش مصر بقالي بقالي فترة كبيرة اه وانا جاي مصر بعد بكرة دي هتبقى اول مرة ان شاء الله. مواجهة كبيرة هتجمع منتخب بوركينا فاس ومنتخب المصري كيف تنزل لهذه المواجهة? الحقيقة ده حقيقة اه هتبقى صعبة جدا لان انا الاول الملعب والجمهور انا طبعا انا انا حضرت الجمهور ده وانا بلعب وانا بلعب في فرقة مصرية وطبعا مصر دي ايه اكبر يعتبر اكبر دولة في افريقيا فطبعا عندها احسن لعبين اه في العالم مش بس في افريقيا فطبعا كلنا عارفين كلنا عارفين ان هما قد ايه صعبين وابرضو مش معنى ان هما غيروا المدرب فيها مشكلة فطبعا فيه لعيبة زي تريزي جاي وانا وده يمكن لعيب المفضل بالنسبة لي احنا هنيجي نلعب كرة وطبعا الكرة هي مكسب وخصارة واحنا دايما مركزين في الملعب ولكن طبعا احنا مش هننكر ان مصر فريق كبير ولكن ان شاء الله المصر يعني المطش هيبقى كويس وهنقدي مباراة كويسة جدا ضد مصر